بعدما دمرت الحرب منزله في سوريا وشردته خارج بلده قبل ست سنوات يجد أبو محمد نفسه اليوم مضطراً لأن يهدم بيده بمطرقة صغيرة غرفة بناها في مخيم عشوائي في شرق لبنان تشكل مأواً له ولعائلته وأبو محمد واحد من نحو أربعة آلاف لاجئ حولوا خيامهم في جرود بلدة عرسال الحدودية مع سوريا إلى غرف ذات جدران مبنية من حجارة الخفان أو أخرى غير مكتملة البناء ما أثار مخاوف السلطات التي أنذرتهم بوجوب هدمها بوصفها بناء غير شرعي نحن بقى هنا يومين تحت الشمس برأة حتى حسنا لا يقرني مثلاً نعت فيه وكذلك أغراضنا بالشارع عفشنا كله بالشارع أطفالنا يعني كله نهار بالشارع مثل الولد الصغير جو بدي بقعدوا بقلبي خيمي ويطال قرار الهدم هذا نحو 35 ألف لاجئ سوري يقيمون في أنحاء لبنان وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بينهم 15 ألفاً في عرسال وتشير السلطات المحلية إلى أن هدف القرار منع التوطين ومنع النازح السوري من البقاء الدائم في لبنان البلد الصغير حيث تشكل التوازنة الطائفية مسألة شائكة وتعتبر القوى السياسية كافة في لبنان أن الساعة الصفر حانت لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم باعتبار أن المعارك انتهت في مناطق عدة ويرى هؤلاء أن وجود اللاجئين يحمل الاقتصاد عبءاً كبيراً ترجمة نانسي قنقر